سلام عليكم حبيباتي الغاليات في فيديو جديد اشخباركم لابس عليكم اتمنى ان شاء الله تشوفوا هات الفيديو انتم في احسن الاحوال فاليوم بغيت نشارككم فكرة عشاء بسيطة ولديدة جدا توجدو هكا الوليداتكم في العشاء كيش حاجة خفيفة ومغدية في نفس الوقت فإلى كنتي اول مرة اختي غادة تشوفي القناة الجيالي فكار رحبك ونقول لكم ما تنسى اشتفع لي الجرس الصغير باش توصل لي بجديد الوصفات نشوفو وصفات اليوم ونتمنى لكم فرجة ممتعة بسم الله على بركة الله فكما كتشوفو هنا اختيت ربعة ديال الحبات منتع الباطاطس تقريبا يكونوا متوسطين قشرتهم وغسلتهم مزيان وبديت كنحكهم في الحكاكة هاد الحكاكة اللي كتبا لكم يعني لغلا يضع مشيقع الرقيقة فقد نحكهم كاملين نكملهم بربعة بهم ونرجع معاكم فهم اللي حكيت البطاطا كما اشتودرتها في واحد الشبكة وغسلتها كتغسلوها باش هادك النشاء اللي فيها كيتحيد وكتجيكم مقارمشة من بعد من اللي كطيب فغادي نخليها هاكا تكتقطر على جانب فين ما مشو نوجدو الحشوة اللي غادي نستعملو فبالنسبة للحشوة فاختيت هنا ميقلات على النار درت فيها حبة ديال البصلة قطعتها مع زوج معالق ديالزيت وغادي نخلي ديالبصلة تتقلى حتى كتدبان معنا وكتنزل من اللي نزلت البصلة هنا غادي نضيف فانا حبة ديالجازار كبيرة اللي حكيتها في الحكاكة الرقيقة ممكن كذلك تضيفوا قرع الاخضر داك شي كيبقى اختياري ولا فلفل فانا اليوم استعملت غير جازار فقط فاقليت هادك الجازار مع البصل وغادي نضيف عليهم كيميا دياللحم مفروم مشي شي كيميا محددة داك شي اللي كان عندكم واللي قديته عليه وممكن تعودوا اللحم مفروم بصدر الدجاج او صدر الديكرومي كي يعطيكم نفس النتجة فاكيد غادي جيتها هوزوين فاقادي نخلي الكفتان نحلها هاكا مع الجزر والبصل حتى تنحل معي تماما ونفوتو نتبلوهم ففي التوابل غادي ندير الملح اكيد غادي قياس على حسبكم انتوما وغادي ندير شوي انتع التوم بودرة يلا كانت متوفرة البنات يلا ما كانتش متوفرة تاخدوا واحد رويس انتع التومة صغير تحكوه مع البصلة يتقلة وضفت شوي انتع الكامون وشوية ديال الفلفل الاسود وغادي نقلي كل شي هاد المكونات مع بعدياتهم حشوة بسيطة ودائما كما كنقولكم انا كنعطيكم الفكرة وانتوما قد تغيروا الحشوات على حسب ذاك شي اللي كيكون عندكم فضار وذاك شي اللي كتقدوا عليه فمن اللي قلت هاد المكونات ضفت عليهم واحد تقريبا جوج مع القضية للمعدنوس وغادي نضيف كذلك شوي انتع الزيتون اخضر مقطع ونخلط كامل المكونات اخر حاجة غادي نضيفها تقريبا واحد ملعقة صغيرة من الطماطم المسبرة وندير عليها واحد جوج معلقها كجي الماء ونخلط كل شي باش كجينا شوية فيها لاصوس غانية ما كجينا شناش فانطفوع الحشوة ديالنا نخليوها تبرد نرجعو للبطاطس بعد ما خليناها قطرة كي راكو تشوفو تلقيت الما جيالها فغادي نزل لح هادا كل ما نحيدو باش ندوزو نتبلو هاد البطاطس غادي نخويها في ايناء ننزلها في واحد الايناء شتو معايا نشفت ما بقاش فيها هادا كل ما باش ما تطلقناش الماء بزاف وغادي نفوزو كي ما بودلكم نتبلوها غادي ندلها انا في الاول واحد هكا زوج معلق ديال المعدنوس غادي ندير الملح دائما كيبقال على حسب قياسكم وغادي ندير شوية ديال فلفل الاسود او البزعر فقط غادي نضيف كذلك شوية ديال الجبل المبشور كيبقى اختياري كيعطي برنا البطاطس ممكن تعوضوه بواحد جوج قيطة ديال الجبل المتلت ولا ممكن تستغنو عليه وغادي نضيف لهاد الخالي تزوج حبات ديال البيت هو اللي غادي يجمعنا هاد البطاطس وغادي نضيف ثلاثة ديال المعالق ديال الدقيق وغادي نضيف ثلاثة ديال المعالق ديال الدقيق وممكن تعوضوه بالناشا اللي بغيتو تديرو فارينا ولا تديرو ماي زينا اللي بغيتو فغادي ننخلط كامل هاد المكونات مع بعض دياتهم لبسو لها المكونات والبيت قاحات شي اللي درناه يجانس مع بعض دياتهم ودركي غادي نبدي ونشكلو وجبة العاشاء ديالنا اللي طريقت لها ساهلة لبنات وتعطيكم نتيجة زويلة فعنا كتاخدو حبيباتي ميقلات لماذا بيكم تكون شي ميقلات ما كتلسقش كتديرو فيها واحد المعالقة هاكا صغيرة ديال الزيت كتدوزوها عليها كامل وكتبديو كتاخدو كيميا من البطاطس او خالية البطاطس كتديرو الحجم اللي بغيتو بغيتو تكبروه على حجم الميقلات وكتديروهم صغيرين ما عدرتهم في هاد الحجم هادا كتشدو البطاطس وكتوزعوها وكتديروها طبقة رقيقة كراكوتوفو كتضغطو عليها بواحد الفرشيطة وكتعطيوها الشكل دائري وانتوما كتضغطو بهاد الشكل باش تكون عندنا طبقة رقيقة جدا جدو معايا قدرتها طبقة رقيقة وخليتها كالطيب من هديك الجهة حتى كتبها لكم مرة مرة كتقلبوها يعني كتبقى كتتحرك في الميقلات ما كتلسق موالو إلا كانت الميقلات ما كتلسقش جدو معايا غادي نخليها تتحمر وطيب مزيان من الأسفل عاد غادي نقلبوها باش طيبنا من الجهة التانية غادي نشوف جدو معايا رها حمارة بارك عليها غادي نقلبها بكل سهولة نقديروهم في هاد الحجم يجيكم سهل انكم تقلبوهم نقلبها بهذا الشكل هادا وغادي نخليها تبدي طيب من الجهة الأخرى فهاد الأثناء غادي نبدي ونعمروها فكنا نخدو غيف النصف ديالها كنديرو اللحم المفروم اللي طيبناها بالجازر غادي نحطوه بهذا الشكل وغادي نزيد لهم من فوق ديالهم شوية ديال الجبن الأحمر أنا استعملت هنا الجبن الأحمر المبشور ولكن عندكم هاداك الجبن ساندويتشات ممكن تستعملوه وغادي نشد هاكا النصف الثاني وغادي نغلق عليها بهذا الشكل هادا وغادي نخليها الطيب من الجهتين كتقلبوها مننا ومننا حتى تتحمر مزيان والطيب هادي نشوف من الجهة الثانية نقلبها هاية تحمرت معايا ونخليها الطيب من الجهة الثانية صافي وكنحيدوها هاكا كتكون طابتنا مزيان هديك البطاطا وفي نفس الوقت هاداك الفرون ماج اللي درناه في الوسط كيدوب معانا تمعايا هاية تحمرت مزيان صافي وكتحيدوها في الطبق ديالكم شتمعايا كيفاش كتجي شاهية فكرة بسيطة ما كتحتاجو تديرو العجينة لوالو ضغيه ضغيه كتصابوغي البطاطا ديالكم والحوشوة ديالكم وكتبديو تشكلوها وكما احنا المكونات اللي درناه في البطاطا البيض والفارينة هم اللي كيخليو ديك البطاطا شدة فرحة كتقدرو تشكلوها كيف مما بغيتو وكتحيدوها في الطبق بهاد الشكل هذا كتجي شاهية ولديدة سمعايا نعودو مرة اخرى نستمر في نفس الطريقة قلنا ناخدو مقلات مدهونة كنديرو فيها كمية ديال البطاطا ونأكد تكون طبقة رقيقة كتضغطو عليها بالفرشيطة هكا بهد الشكل كتوزعوها يعني ما كتخليوهاش هكي كوتلا في نفس البلاثة كتوزعوها طبقة رقيقة باش كتطب لكم مزيان سافي كتخليوها الطيب موحد الجيهة حتى كتتتحمر مزيان من بعد كتقلبوها من الجيهة الثانية بنفس الطريقة تخليوها الطيب من اللي كتكون كطيب تديرو الحشوه ديالكم في نفس نصف نصف الدائرة تديرو الحشوه وكتديرو الفروماج حتى هو وكتاخدو نصف ثاني وكتغلقو عليها هاد الشكل هادا كرهيبه لكم في الفيديو نتمنى يكون كل شي واضح والفكرة وصلت لكم سافيو كتخليوها كتتحمر من الجيهتين حتى تاخد اللون الذهبي وكنتأكدو بان البطاطس ديالنا طابت وكتحيدوها لطبق التقديم فانا هدي نخليكم حبيباتي نكمل كمية اللي اعطاوني اربعة ديال اللي حبت نطع البطاطا خرجوا لي واحد تقريبا سبعة ديال سبعة ديال القيطة هاد الشكل هادا نكملهم ونرجع معاكم فكملت حبيباتي طياب ديال الوجبة ديالي او كيما نسميوهم شاطائر ديال البطاطس اللي معمرة فكيجيو بهد الشكل هادا كتقدموهم كيما قلت لكم كوجبة خشفي فلغ العشاء وفي نفس الوقت كتكون مغدية ولديدة فانتمنى تجربوهم وينجحوا معاكم كيف ما نجحوا معايا وتردو عليها الخبار غادي نحلكم شي وحيدا هاكا تشوفو في الوسط كيجيو هائلين هاد البطاطا طريقتها بحل البطاطا اللي كنديروها بطاطا محكوكة ولا كنقول لها بطاطا مشوكة وهي كتجي مع امرأ فكتجي هائلة وبنينا فانتمنى تنال اعجاب ديالكم يعجبكم هاد الفيديو الى اعجبكم بارتاجي وهمها اللي عزيز عليكم وخليولي شي لايك ما تبخلوش اللي ياب لايكاتكم باش شجعوني نقدم لكم المزيد والمزيد من الوصفات كذلك خليولي شي تعليق زوين شي كلمة طيبة كنفرح بزاف تعليقكم وكنشكركم عليها الفيديو ديالنا حبيباتي هذا هو سالة هنية ما تنسوش تنضموا الصفحة ديالي على الانستجرام نفس اسم وشعار القناة مع اللي غينجو لكم خليتكم على خير حبيباتي وانتلقوا في الفيديو القادم ان شاء الله ودائما مع شوات صفحة تحية لكم يا اغلى واحلى صديقاتي شكرا 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 شكرا